لهم عزاني بسامي صدق الله العظيم صدق الله العظيم وقدر رسوله الجريم كنا من الشاهدين إخواني أخواتي أداء وأولياء أمهات أدامي وأساء الجمعية حيوى الضيوف الكرام مرحبا بكم في هذا الحفل العظيم هذا الحفل الذي يخذج أحلى وأحلى فكرة في التاريخ الإسلامي تاريخ مولد سيدنا وحبيبنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلوا على رسول الله إن شاء الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم إنك حبيب مجيد اللهم صلى الله عليه وسلم ومبارك على سيدنا محمد نعم أتكملش الله مبارك في صفتي مدير مدرسة عثمان بن عبدان مدرسة عثمان بن عبدان مدرسة التعليم الأصيل للغة العربية والشعائر الدينية عندما نسمع إخواني وأخواتي هذا البراعم تتلو آيات بينات من الفكر الحكيم ويقدمها تلميذ من مدرسة عثمان بن عبدان تلميذ تلميذ براعمة يجداد في فرنسا يجداد يتكلمون بلغة أخرى فهؤم يتكلمون باللغة العربية وبطبع الحال يتكلمون لغة العرب لغة العلم لأن هذه لغتهم التي يجداد فيها يجداد في بلادها اللغة الفرنسية لا نقول يتكلم العربية فقط لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نتعلم اللغات نتعلم اللغات لأن البطل يقول من تعلم لغة قوم مجاشرة من شاء الله من المجلس من الشر فقط لكن لنزرع الخير فليقول الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة عظيمة لنا فيجب علينا أن نرفع رؤوسنا اللغة الفرنسية هناك على انتعلم قام براحل للمشروع اذا أعني لقد المتعلم ببنس من حل داخل لغة العلم où nous vivons, avec qui nous vivons ils sont l'oeuvre et c'est le prophète par ses valeurs qui est venu, il n'est pas venu par la haine que Sam, certains corpuscules et malheureusement il parle au nom de l'Islam nous l'Islam que nous avons appris de notre prophète c'est un Islam de paix, de prospérité de vivrons en sable المترجم للقناة 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 والناس الأجمعين نقوم بتقديم قصيدة شعرية بعنوان بأمي وأمي أمي من تقديم تلميذة شيماء بأبي وأمي أنت يا خير الوراء وصلاة ربي والسلام معصرا يا خاتم الرسل الكرام محمدا بالوحي والقرآن كنت مطهرا لك يا رسول الله صدق محبة وبفيدها شهد اللسان وعبرا لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عاش على الصرا لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغيرا لك يا رسول الله منا نصرة بالفعل والأقوال عما يبترى نفديك بالأرواح وهي رخيصة صلى عليه الله في ملكته ما دارت الأفلاك أو نجم صرا عليهم من لدن الإله تحية روح وريحان بطيب أثمرا ختامها عاد الكلام بما بدا بأبي وأمي أنت يا خير الورا والآن يتقدم السلاميذة المستوى الأول والثاني بأنشاج محمد نبيل هذه الجوية قد أتركها قد أتركها الوقت لقد جعلت الأفلاك الوقت دعوك الآن التي طرح الغير 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 المترجم للقناة المترجم للقناة والسيدة حديثة مرنعة الخريبة والسيدة هديثة بوضات الأمينة والسيدة هديثة جوضات الأمينة خذوا إلى في مكنة ملكة المدينة خذوا إلى في مكنة ملكة المدينة محمد نبينا أمه أمينا أمه أمينا أبو عبد الله ماذا ما رأى أبو عبد الله ماذا ما رأى أبو طعيم عمو جلدك عمو أبو طعيم عمو جلدك عمو سيدة مدينة مرد الكريمة سيدة مدينة مرد الكريمة سيدة مدينة جوزة الأمينة سيدة مدينة جوجات الأمينة جلدك عمو ماذا في مدينة سيدة مدينة أبو عبد الله سيدة مدينة سيدة مدينة سيدة مدينة هذا محمد رسول الله نبراس الهدى هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسولا فلتتقدم التنميذ ايمان مشكورة بزلقاء نفذ وجذع عن حياة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ عن حياة رسول رسول الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ومعه المطلب ولده مكة في ربيع الأول من عامل قبل 53 سنة من اللذرة جذع عن حياة من نفسه ثلاثة وستين عامل هو خير حق الله وإمام مرسلين وقاتل النبينا النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالي أبوه عبد الله وأموه أجنى وأموه أمنا بجوة جوسيا وإله وهو تبسو صغير فرباه جده عبد عبد المطلب ولما جوسيا جده رباه عنه أبو طالب برضعة روحة نموة أحبه وعبه أبو طالب حبا شديدا عمل في رعاية الغنب في الثغار ثم في التجارة اتصف بصادف الأمي تزوج من أمنا خادجة بنت خويل التي ضحت بأموالها من أجل رسول صلى الله عليه وسلم كان رسول صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار خيرا وفي يوم كان جالسا يتعبد فنزل الله عليه من وحي جبريل عليه السلام فنزل قوله تعالى اقرأ بك ربك الذي خلق خلق الإنسان من عنه